السيادة ثم السيادة ثم السيادة ولا تراجع عن حق عراقي ثابت بتصميم ينطق به رئيس الجمهورية برهم صالح يعكس قيادته للبلد دون كلل أو ملل معززا رفع راية العراق في كل المحافل الدولية وبرحلة مكوكية من صناعة الدبلوماسية ليحصد العراق بصنيع رئيسه تماما كما هي طلاقته باللغة والكارزما ليفتح للعراق بابا على العالم يحفظ فيه حقه لمكانته وشعبه الصورة إذن أبلغ من الكلام فاللقاء الذي بدت ملامح الرئيس الأمريكي فيه يصافح صالح بحرارة حول هامش اجتماعات الجمعية العمومية لحراك عراقي دولي لفت أنظار العالم إلى بغداد مركز حلول الصراعات رسائل ساخنة كانت جل الحديث بين رئيسين كان متفقا فيها على مواجهة الإرهاب وخوض العراق حدثه التاريخي في تشرين لعهد جديد يرسم برلمانا نزيها يلبي حاجة البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية برهم صالح كشف للعالم أجمع أن العراق اليوم بجهود قيادته فتح خطوطه مع الجميع كما رصخها مع الكويت حيث اللقاء مع رئيس الوزراء الكويتي على طريق يستكمل مشهدا وثيقا بين الأشقاء جميعهم على مبدأ التماسك يدا واحدة في مواجهة التحديات وهنا لقاء الزعيم العراقي مع الزعيم التركي الذي يأتي بعد ثمار قطفتها الدبلوماسية العراقية بين بغداد وأنقرة ولأن الرجل الأول في القيادة العراقية لا يهمش طرفا على حساب آخر فإن لقاءه بوزير الخارجية الإيرانية جاء تأكيدا على حفظ هيبة العراق إذن هي السيادة ولا شيء سواها كلمة ثابتة يصنع بها رجل الدولة نجاحا كما قالها في لقاء متلفز بلغة عربية نقية معززا لغة الثبات على الصعود نحو القمم ترجمة نانسي قنقر